حسن انتهى زمن الدبلوماسية وبدأ الآن فقط زمن العسكرية هو ده لسان حال الدولة المصرية في الأيام الأخيرة مصر نجحت في أن هي تشعل الأوضاع في قلب منطقة الشرق الأوسط مصر حاولت خلال الفترة اللي فاتت خلال سنوات ماضية أن هي تعالج كل القضايا بدبلوماسية وحنكة وخبرة وضربة لكن بعض الأطراف تصوروا أن طبعا مصر بتتصرف بهذه الشاكلة من منطلق ضعف دون أن يدركوا تاريخ الدولة المصرية منذ ساعات قليلة وصلت سفينة حربية داعمة لدولة الصومال أشعلت الأوضاع في قلب دولة إثيوبيا إثيوبيا بدأت تتشال وتنتفض بشكل غير عادي في قلب الأمم المتحدة مصر لم تلقي لكل ذلك بالا مصر في ذات الوقت أيضا أشعلت الوضع في مواجهة الكيان الإسرائيلي عبر محور بلديلفيا هلونا نعرف التفاصيل إلى للحلقة دي لكن أبلع شير ولايك للفيديو دا وكم منتك الجميل أنا أحمد عبدالهيدين وإنت من حق التعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم أو تتخيلوا أن مصر هتقبل المساس بسيادتها في أي مكان وأن هي قادرة على أن هي تدافع عن أمنها القومي في أي مكان في كل أنحاء العالم بلا استثناء هكذا تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر تصريحات سابقة خلال الفترة اللي فاتت بعض الدول تصورت أن مصر لما بتتعامل بدبلوماسية مع بعض القضايا الحساسة سد النهضة نموذجا فبيتصوروا أن ده ضعف من الدولة المصرية لدرجة أن احنا شفنا حملات هجومية شارسة جدا ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي وضد مؤسسات الدولة المصرية وضد الشعب المصري كما لو كانت مصر مش قادرة تدافع عن أمنها القومي لكن عندما تحركت مصر انتفض العالم بلا استثناء وأصبح الجيش المصري وقوة مصر العسكرية موجودة في قلب العمق الأفريقي دفاعا عن أمنها القومي ودفاعا عن استقرار المنطقة ودفاعا عن سيادة دول المنطقة ودفاعا عن سيادة الدولة المصرية ودفاعا عن قناة السويس الكلام ده طبعا احنا عددناه وكشفنا السطارة عن تفاصيله خلال الفترة اللي فاتت عبر عشرات الحلقات الماضية اللي حضرتكم هتشوفوها واتبعوها في قلب قناة مصر منذ ساعات قليلة وصلت سفينة حربية مصرية إلى مقدشيو عاصمة الصومال سبقتها طبعا امدادات ووفود عسكرية مصرية علامتنا عدة طائرات عسكرية في اغسطس الماضي تزمونا طبعا مع توقيع بروتوكول تعاون عسكري ما بين مصر والصومال بسبب طبعا الاحداث والتداعيات اللي احنا كنا شرحناها في حلقات سابقة ان ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي ابرم اتفاقيات عسكرية مع اقليم ارض الصومال الانفصالي ابرم الاتفاقية العسكرية ديت مقابل انه يخد له حوالي عشرين كيلومتر على ميناء بربرة جنوب البحر الاحمر بحيث ان هو يحول المنفس ده الى قادة عسكرية بحرية النتيجة طبعا ده في مساس بسيادة ووحدة الصومال ازاي انك انت تعترف باقليم ارض الصومال كدولة مستقلة على الرغم من ان الامم المتحدة وكل دول العالم لم تفكر مجرد تفكير ان هما يعترفوا بهذا الاقليم الانفصالي ازاي انك انت تسمح لنفسك اساسا انك انت تبرم اتفاقية مع اقليم انفصالي بيحاول بقدر الامكان ان هو يدعم انفصاله وانت بتدعمه وبتساعده من اجل تحقيق هذا الهدف وانت بالشكل ده بتنتزع جزء من دولة الصومال طبعا ابي احمد تحدى الجميع وتحدى دولة الصومال لدرجة ان بعد ما مصر ابرمت اتفاقية عسكرية مع الصومال ان هي تساعدها في مواجهة المساس بسيادتها ووحدتها احتجاجا على هذه الاتفاقية لان ابي احمد مش عاوز الكلام ده كله وابي احمد يتحرك في اي اتجاه زي ما هو عاوز ويفكك الدول زي ما هو عاوز ويدمر الدول زي ما هو عاوز لكن انت تتصداله يبقى في الحالة دي ايات لا انت بالشكل ده مسيت بامن القرى الافريقية اعتراضا واحتجاجا على هذه الاتفاقية ما بين مصر والصومال بدأ يدعم اقاليم اخرى عشان تنفصل بدأ يدعمها بالاسلحة زي اقليم بونتلاند بدأ يدعمه بشكل كويس جدا باسلحة عسكرية على اساس يساعده على الانفصال عن دولة الصومال طبعا وصلت السفينة الحربية بعد ما وصلت سفن اخرى ووصلت امدادات ووفود عسكرية كثيرة لدرجة ان وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر نور قال لقد تجاوزت الصومال للمرحلة التي كانت تفرض عليها الاوامر وتنتظر تأكيدات الاخرين على من ستتعامل معه احنا عارفين كويس جدا المصالح بتاعتنا وهنختار بين حلفاءنا واعداءنا ثم وجه الشكر للدولة المصرية طبعا امدادات عسكرية جديدة لسه الجيش المصري ما وصلش دولة الصومال الجيش المصري على نهاية هذا العام هيكون موجود بقوة في قلب دولة الصومال وفي قلب افريقيا بديلا للقوات العسكرية الاثيوبية طبعا اتهبلوا وتجننوا لدرجة ان وزير الخارجية الاثيوبي تايي استيك سلاسي قال لدى لقاءه روزماري دي كارلو وكيلة الامين العام للأمم المتحدة لبناء السلام والشؤون السياسية في نيويورك والاجتماع ده عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر عن قلق اثيوبيا من وصول امدادات عسكرية من قبل قوة خارجية الى الصومال ازاي؟ ازاي ان في دولة تانية تبعث امدادات عسكرية للصومال طيب ما انت هنا ابرمت اتفاقية عسكرية مع اقليم انفصال اللي هو ارض الصومال في سبيل انك تتفكك الصومال وهنا في اقليم بونتلاند انت ايضا بدأت تدعمهم بامدادات عسكرية وانت مش واخد بالك انك انت بتفكك دولة عربية وانت مش واخد بالك ان من حق هذه الدولة ان هي تستعين مع اي حلفاء من اجل التصدد امثالك الاشكالية هنا ان ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي يمارس كل الاكاذيب بطريقة وقحة جدا معترض على الوجود المصري في قلب افريقيا لانه هو عارف كويس جدا ان مصر هتحصره من كل اللي اتجاهت هو اللي يحاصر الدول هو اللي يحاصر مصر من حق انه هو يدمر حصة مصر المائية عن طريق سد النهضة من حقه انه هو يبرم الاتفاقيات مع اي من الدول الافريقية في سبيل انه هو يحاصر مصر لكن ان مصر تيجي وتحصره من كل اتجاه احنا معطردين على كده لدرجة انه هو قال في قيادات الامة المتحدة لا 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 داموا حوله للمساس باستقرار وامن اثيوبيا وامن القرى الافريقية واعتبر ان هذه الامدادات تفاقم الوضع الامن الهش في البلاد واعرب عن قلقي محذرا من ان امداد الزخائر من قبل قوى خارجية من شأنه ان يزيد من تفاقم الوضع الامن الهش وينتهي به الامر في ايدي الارهابيين في الصومال ده باعتبار ان اثيوبيا حرس كل الحرص على امن الصومال واستقرارها طبعا منتهى الاستفزاز والوقاحة وحذر الوزير الاثيوبي من ان يؤدي توريد الزخائر من قبل قوى خارجية الى تفاقم هذا الوضع الامني طبعا ما يقدرش ان هو يتكلم ويقول مصر هي اللي بتعمل كده وإلا مصر هتدوسوا اسفل رجليها لهم مصر احتجاجات اثيوبيا ولا مصر قلقت بالا لكل هذه التصريحات ومصر لم تعقب على هذه التصريحات مصر بسانحالها بيقول زمن الدبلوماسية انتهى وحان الوقت للفعل على ارض الواقع مصر بدأت تقاوم طيار بيحاول يحاصرها ويحاصر قرة افريقيا من كل اتجاه بشكل قوي جدا على الرغم من التوترات في قلب منطقة الشرق الاوسط وعلى الرغم من الوضع المتصاعد في قلب منطقة الشرق الاوسط الا ان مصر قررت تشعل المواجهة ضد الجميع حان الوقت ان كنتم تعرفوا قوة مصر الحقيقية على الرغم من تحركات الدولة المصرية في قلب منطقة القرن الافريقي بشكل لافت للنظر وعلى الرغم من توطر الاوضاع في العالم كله الا ان مصر قررت ان هي تواجه وبقوة نفس اللي عملته في قلب دولة الصومال واللي عملته في قلب منطقة القرن الافريقي عملته ايضا في محور فيلادلفيا وهو الخط الفاصل ما بين مصر وما بين قطاع غزة النيتن ياهو رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي قال لا 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 من خلال محور فيلادلفيا الدعم بيجي لحركة حماس وبناء عليه انا هقعد في المنطقة دي قانونيا وامنيا وسياديا لا يمكن بأي حال من الاحوال ان الكيان الاسرائيلي يسيطر على هذا المحور نهائيا لان المحور ده يخص الدولة المصرية وده يعتبر بمثابة امن مصر القومي مصر طبعا اعترضت على كل ذلك وقررت ان هي تشعل المواجهة ضد الكيان الاسرائيلي لدرجة ان مصر هددت قبل كده بانها هتلغي اتفاقيات السلام المبرمى ما بين مصر والكيان الاسرائيلي سنة 1979 رفض النيتن ياهو في مؤتمر صحفي ابداء اي مرونة بخصوص الوجود الاسرائيلي في محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية مشددا على ضرورة السيطرة عليه بالنسبة لاسرائيل وان هو يمثل شريان حياه رئيسي لحركة حماس الكلام ده قاله وقال النيتن ان تحقيق اهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا من اجل ضمان عدم تهريب الرهائن الى خارج غزة وعدم تدفق السلاح الى غزة واكد انه لم يوافق ابدا على اخلاء محور فيلادلفيا عندما قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي ارش شارون مغادرة قطاع غزة سنة 2005 انا كنت معترض على الكلام ده كله والمفترض جدلا ان الاسرائيل كانت تفضل مسيطرة على المحور ده طبعا مصر اعرابت عن رفضها التام لتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بشأن التمسك ببقاء الجيش الاسرائيلي في محور فيلادلفيا بقضاع غزة وحملت القاهرة الحكومة الاسرائيلية عواقب تلك التصريحات التي وصفتها بان هي بتزيد من تأزيم الموقف وتؤدي الى مزيد من التصعيد في المنطقة وقال بيان الخارجية المصرية ان نتنياهو حاول الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الاسرائيلي وعرقلت جهود الوساطة للتوصل الاتفاق لوقف اطلاق النار ولفت البيان الى ان تلك التصريحات تستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي الى مزيد من التصعيد في قلب المنطقة واعلنت مصر عن رفضها بقاء الكيان الاسرائيلي في قلب محور فيلادلفيا وحزرت استمرار جيش الاحتلال الاسرائيلي في قلب هذا المحور هيولع الدنيا والكلام اليك يا جارة مصر بعثت الرسائل بتاعتها مصر طبعا ساعدت على تفاقم الوضع في قلب منطقة الشرق الاوسط لانها بدأت تتحرك على كل المستويات البعض قال بالشكل ده النار بتزيد في قلب منطقة الشرق الاوسط بطريقة كبيرة جدا هي مصر مش خايفة مصر بعثت الرسائل بتاعتها لا يمكن بأي حال من الاحوال التخلي عن إدارتها المحور فيلادلفيا ولا يمكن أن هي تسمح بوجود قوات الاحتلال الاسرائيلي في قلب محور فيلادلفيا بعض الناس كانوا بيقولوا روحوا شوفوا مصر عملت ايه كان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخلى عن محور فيلادلفيا ده جيش الاحتلال الاسرائيلي موجود دلوقتي في محور فيلادلفيا وخلاص المسألة خلصت بالنسبة لمصر المسألة مش خلصت ليه؟ لأن مصر سبق وهددت بأن هي هتقوم بإلغاء اتفاقيات السلام السابقة لدرجة أنه كان في حملة هجومية شارسة جدا من بعض القيادات الأمريكية ضد البيت الأبيض البيت الأبيض أعلن أنه هو مش هيشيل أو يخصم أي جزء من المساعدات المقررة لمصر كل عام اللي هي وعله 3 من 10 مليار دولار مش يخصم منها حاجة على الرغم من أن أمريكا كانت تساوم كل عام تساوم الدولة المصرية يا مصر هتعمل كذا هنخصم جزء من المساعدات يا مصر يا إما أنك تتنفيذ الحاجة الفلانية يا إما هنوقف المساعدات طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مرارا وتكرارا على هذه المساعدات وقال بلوها في شوات مية واشربوها لأن مصر محدش هيفرض عليها حاجة هي دية الدولة المصرية وعلى رأي الرئيس عبد الفتاح السيسي محدش يختبر مصر أو حد يجرب مصر لأن مصر لن تتخلى عن أمنها القومي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر